هذا الفيديو سوف يكون مراجعة على رواية يابانية لكي تعرف فأنا لدي نادي الأدب الياباني كنا نقرأ فيه رواية كل شهر للأسف الشديد حاليا متوقف بسبب أنه لم يكن اهتمام بالأدب الياباني و كنا نحس براسي مبقى الصراحة عندي الجهد لكي نعود أن نقول لكم تخيلوا معي النادي مرحبا لجماع أزيقاء الكتب في فيديو جديد هذا الفيديو ما كنت توقع عادا صور اليوم ولكن كملت هذا الرواية قبل قليل لماذا كملت دقائق و قلت أن أقوم بعمل مراجعة من بعد إنهاء الرواية لماذا؟ لأن أحاول أن أقوم بجهودي لكي نقل لكم ذلك ما أحسيت به يعني ما زال أنا في المودة لها الرواية بقى مؤثر عليها في هذه اللحظة عندما قبل قليل كنت تكلم بكي مهم هي رواية يابانية اسمتها غرفة مثالية لرجل مريض للكاتبة اليابانية يوكو اوغا الرواية مكتوبة باليابانية تنشرات عام 1988 أو 1998 المترجم هو بسام حجر الذي كان السبب لكي تأكد أنني خاصة نشرية الرواية لأنها أولا كانت ترخيصة و قلتها بقى 25 دراب المعد 30 أو 40 المترجم بسام حجر وهو رواية التي تعجبني كثيرا خيالات ضوء القمر و مطبخ روايات قصيرة و هناك رواية قصيرة فيها فقط 60 أو 80 صفحة تقدروا أنها رقيقة كثيرا الرواية على ما تتكلم رواية قصيرة تتكلم على زوجة يابانية تتوزع ساعات اليوم بين العمل المنزل و الغرفة الأخ صغير و من قرية الملخص هنا وجدت أن الرواية تتكلم على واحد سيدة يابانية ستعيد تكتشاف علاقتها مع الأخ لأن الأخ سيمر بمرض سرطان و خصوص يحتاجه أخرى في المستشفى هي تتكلم على الواجب أو المهمة الاعتناء بالأخ الصغير من قرية المستشفى من الأول أننا أعلم أنه مات و أعلم أن الأب و أمته و زوجه مات و لكن أكثر شخص أكثر موت أتتكلم فيها والموت أخوه الصغير لأنه مات و عنده 21 عام و مات بمرض سرطان فمن الصفحة الأولى كنت أعلم أنه سيموت رواية ليست ليس مشوقة المهمة فيها وهو ذلك الحالة النفسية التي تضعك فيها لأنها رواية وجدانية تعبر لك على الكثير من المشاعر الإنسانية رواية على المرض على الموت على الأخوة نرى فيها كيف أخت تدوز الكثير من الوقت مع أخوها وكيف تكتشفه من جديد في الشهر الأخيرة قبل أن يموت كيف تتوصفه وكيف يمكنه وكيف يمكنه وكيف يمكنه وكيف يمكنه وكيف يستحق وكيف يجب أن تكون يجب أن يكون فهي أصلا خدامة في المستشفى وهو تدوز في تلك الغرفة التي اسمتها كغرفة متالية لأنها غرفة ناسعة البيض نظيفة جداً ومنظمة جداً وفيها واحد نوع التقل لخلاتها تشعر أنها خارج الحياة الذي سيقرأ الرواية والذي سيفهمت ما الذي نقصده ف... لم أعرفت ماذا نقول لهم كثيراً ولم أردت أن نقول كل شيء لكي لا نحرك لكم الرواية تقدروا تقرأها كثيراً لأن هناك شخصية مهمة كثيراً أعجبتني في الرواية هي شخصية الطبيب الطبيب الذي سيشرف على حالة أخذها الطبيب متلعتم في الكلام وأنا أول مرة ألقى في الرواية يقول لنا حوار كثيراً فيه مثلاً يبقى يقول بيتي كان أم ميتماً ذلك الحرف الميم يتكرر ما يعرفت أنني كنت كثيراً كثيراً وذلك لم أكن كثيراً وأنا أضطنا بشكل كثيراً فوقفة يبدو أن شخصية التلاتم وكيفي تتعذب له وكيفية تتكلم وكيفي كيفية لا ترى إداره كما ترى أقدم وكما ترى إداره بطريقة خائبة تزخر منه أو تقلل أو تشفق أو تشفق او بالعكس حساتك تتلعطيه ونجعله بشي حاجة شي حاجة اللي اطلت فيها بثاف حيث ما تلقاش الناس دينين بحركة يشوف ديمة الشخص المتلعطيه يشوف فيه بهذا الشي اللي قلت اما يسخرون منه ولا يتحكوا عنه ولا يبقى فيه ماما ولا يشوفه بوحد طريقة ففرحت ان اخيرا تلقى شخصية متلعطيه ماما كرأت الدرجة انني كوردته هو البطل في الرواية ما هي هذه الشخصية الرواية لا يوجد شيء قصة مع قادمة لا يوجد شيء افكار عميقة الاهم شيء فيها كل مشاعر الانسانية التي تعبر عليها الكاتبة وايضا اللغة التي تعزوينها بثاف فالرواية تجعلكم تسترخي وتجعلكم ترتاح وتعطيكم مشاعر دافئة ماما انا بكاتني اطرات فيها وصور انني كنت تفكر حوائج شخصية كنت اظن هذه الشعالة لانها تفكر مسألة تلاتم مسألة تلاتم مسألة تلاتم مسألة تلاتم ما هي علاقة رومانسية ولكن علاقة الحب والعلاقة منجدها تكون بين اشخاص وكيف تتفاصيل تتلاتم تتلاتم في مكتبها طريقة لكي ترى في ذلك الشخص تفاصيل رواية اهم شيء فيها تفاصيل الصغيرة التي تعبر عليها الكاتبة يعني تجعلك تشعر أنه ليس بضل وراء تقول لك الكاتبة شيء عظيم أو مواضيع ولكن تفاصيل اليومية في الحياة ممكن نخلق منها واحد الحالة نخلق منها حيث نتأمل في ذلك الشخص الذي نعيش فيه سنقرأها مرة ثانية وثالثة خاصة بأنه حجرة والمترجم هذا المترجم كان ممتن كثيرا لأنه ترجم خيالات ضوء القمر ومطبخ وهذا ترجم هذا يوكو اوغاو ومترجم كان حوض السباحة الذي يجب أن نقرأها ضروري لأنني من خلال تعليق من قرأة إيطالية قلت بأن حوض السباحة وغرفة مثالية لرجل المريض يجب أن تقرأهم بجوج لكي تفهموا ما يحوض في هذه الرواية ستفهمها في حوض السباحة خصوصا كيف شخصية الرئيسية ترى الرجال لأن العلاقة الأولى كانت مع سباح وهذا السباح كانت وصف العدالات بطريقة وكذلك صفحات تقدر على هذه المسألة لا نستطيع أن نشرح لكم التفاصيل وكتشفوها 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 الرواية خالية من أي وصف جنسي نهائيا يعني تقدر تقرأها لا تعجب من الوصف الجنسي في الروايات الأجنبية فرها مكينة يعني قرأها بلعكس الرواية التي جاءتني أنا عاطفية روحانية وجدانية وتوصف بسفة الأمور أهم حاجة فيها هي هذا العمر الذي قلت لكم أتمنى أن يكون الفيديو يعجبكم لم يكنتم تحضروا النهائيا ولكن أريد أن أقوم بعملها من بعد أن أكملت القراءة هذه الرواية مباشرة أتمنى أن تقرأها وأتمنى أن تشاركوا معي أراءكم في التعليقات وأيضاً في بلانا يوشي مطور سأتلقى واحد الفيديو فيتكلمت عنها وإذا كنتم هتمين بالأدب الياباني سأتلقى الفيديوهات من الأدب الياباني وسأتلقى حتى النادي القراءة الأدب الياباني نتمنى أن تضموا لي وتقرأ معي الكتب اليابانية كنتم قلت كل شيء أريد أن أقرأ واحد المقطع ولكن أريد أن الفيديو يكون دوائل سأتلقى لكم الحسابي في الإنستغرام سأتلقى فيه اقتباسات وسأتلقى فيه شيء ما لم تذكرتها في الفيديو دخلوا عند الإنستغرام وسأتلقى محتوى إضافي لهذه الرواية وأيضاً في الـ Goodreads أتمنى لكم القراءة ممتعة شكراً جزيلاً على المشاهدة مع السلامة لا تنسوا تشاركوا اشتركوا انسيت ما قلت لكم بأن الشخصية الرئيسية ماتت أمها بمرض عقلي خطير وهي الأخت الرجل المريض وأن الشخصية الأخرى كبر في ميتم وذلك الميتم وأن أبو الأم وهم المشرفين له فهو ليس يتيم ولكن كبر في ميتم ووالده كانوا يعمله بحال واحد ليتيم لكي لا يتميز بينه وبين تلاميذ أو الأطفال الأخرين ليتيم الأخرين هذا الشيء الذي أثنى أنه يتيم بقى يتيم حياته كاملة وهذه الأطفال الأخرين لقوا عائلة تبناهم وهو واكيح سبراسة بدون عائلة تعد المسألة للعائلة وما شعرنا لأفراد العائلة والتي يتيم كيف يكون إنسان يتيم وهو بين عائلته وكيف تكتشف أخوها في آخر شهر الحياة قبل أن يموت فرواية تجعلك تفكر في العائلة وفي الروابط الأسرية فيها الكثير من التفاصيل نحك نشجعكم أنكم تقرأها جميلة بثاف